موسيقى من الميادين نشط مفصلة للأنباء نستهلها بالعنوين موسيقى الإجلاء من السودان يتواصل وسط التزام جزئي بوقف النار ومستشار حميتي يقول للميادين إن الحرب لن تنتهي إلا بتسليم البرهان نفسه موسيقى الدفاع السورية تقول الاجتماع الربعي في موسكو بحث انسحاب القوات التركية من سوريا وروسيا تصف اللقاءات بالبناء هجمات سيبرانية جديدة تؤدي لانهيار مواقع جامعة تل أبيب وشركة المياه الإسرائيلية موسيقى الحزب الجمهورية تهم بايدن بالانفصال عن الواقع بعد قراره خوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة موسيقى القوات المسلحة وقوات الدعم السريع تبادلت الاتهامات حول خرق الهدنة وفدت مصادر ميدانية للميادين بأن الخروق الأولية كانت في الخرطوم بحري وأن هناك حالة كر وفر بين الطرفين وقد اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع بمحاولة احتلال مواقع داخل الخرطوم وخارجها اكد هارون محمد مديخر مستشار قائد قوات الدعم السريع في السودان للميادين التزام قواته بالهدنة وقال ان الحرب تنتهي بعد ان يقوم الفريق عبد الفتاح البرهان بتسليم نفسه ولفت الى ان الطرفا ثالثا دخل هذه الحرب التي وصفها بالملعونة احنا يعني ما كنا دعاة حربا احنا دعاة سلام والحرب هذه يعني احنا في ظرف السودان في ظرف صعب جدا ونحن يعني لا نقبل هذه الحرب في هذه الظروف ولكن الحرب الآن دارت يعني بدون ايرادة الناس وفي جهات في طرف تالت دخل في الحرب والآن في طرف تالت هو دخل في الحرب طرف تالت من هو؟ يعني قيرت في الحرب والله الطرف التالت معروفة جهات الارهابية جهات الحركة الاسلامية هي دورة هذه الحرب والآن في ناس تم القبض عليهم والآن ناس تابعين لكتائب الظل والحركة الإسلامية الآن تم القبض عليهم والآن يدين تحت التحفظ بالتالي هذه الحرب يعني الحرب اللعينة الآن اندلعت في هذا السودان منظمة الصحة العالمية أعلنت مقتلى نحو 459 شخصا وإصابة 4075 آخرين في السودان من جراء الاشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني وحذرت المنظمة من خطر بيولوجي مرتفع في السودان بعد سيطرة مقاتلين على مختبر في الخرطوم تخزن فيه عينات مسببة لأمراض شديدة العدوى تلقيت أمس اتصالا هاتفيا من رئيس المختبر المركزي للصحة العامة بات الآن يحتله أحد الطرفين المتقاتلين وطرد جميع الفنيين من المختبر إن الوضع خطير جدا لأن هذا المرفق يحوي عينات مسببة لأمراض الحصبة والكوليرا وشلل الأطفال ما يمثل خطرا بيولوجيا هائلا حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن 270 ألف شخصا قد يفرون من السودان إلى تشاد وجنوب السودان بفعل المعارك المسلحة سيكون أثر الأزمة قاسيا قبل هذه الأزمة استضاف السودان أكثر من مليون لاجئ وثلاثة ملايين وسبعمائة ألف نازح برامج مساعدة كانت تعمل فوق طاقتها واليوم تعاني من العرقلة عمليات المفوضية في البلدان المجاورة للسودان تأثرت بذلك حالة الطوارئ الجديدة أدت إلى أعداد كبيرة من اللاجئين والمشردين في وقت تعاني فيه المفوضية شحا في التمويل السيناريو الأكثر ترجيحا بالنسبة إلينا هو عودة نحو 125 ألف لاجئ من جنوب السودان إلى ديارهم إضافة إلى 45 ألف لاجئ آخر معظمهم من الخرطوم ونرجح أن يستمر تضفق اللاجئين بعد ذلك أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن وقف إطلاق النار المؤقت في السودان قد يكون المنقذة المحتمل للمدنيين الذين حصلوا في منازلهم من دون القدرة على الحصول على الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الطبية نبأ وقف إطلاق النار مشجع جدا طالما استمر فكما تعلمون جميع المبادرات من هذا النوع موضع ترحيب كبير نعلم أن العائلات التي تحدثنا إليها في الخرطوم لم تخرج من منزلها منذ الأيام الثمانية الماضية وتحركات السكان داخل العاصمة قليل جدا ما نحتاجه الآن هو زيادة استجابتنا والتأكد من أن الحوار بشأن احترام القانون الدولي لا يحدث على المستويات العليا فحسب بل على أرض الواقع أيضا نحن نقوم بتعبئة كثير من فرقنا للتأكد من أن قيادة كل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية يهتم بأمر الهدنة أعلنت وزارة الدفاع السورية أن وزراء الدفاع كل من سوريا وروسيا وإيران وتركيا بحثوا في موسكو انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية من جهتي أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن المحادثات تناولت تعزيز الأمن في سوريا وتطبيع العلاقات السورية التركية وضرورة تكثيف الجهود لإعادة اللاجئين مسار تطبيع العلاقات السورية التركية يسير بخطا هادئة الاجتماع الربعي لوزراء دفاع تركيا وروسيا وسوريا وإيران بحث في موسكو تطبيع العلاقات السورية التركية وزارة الدفاع الروسية أكدت في بيان لها أن الاجتماع ناقش تعزيز الأمن في سوريا وضرورة تكثيف الجهود لإعادة اللاجئين في هذا السياق عقد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو اجتماعات ثنائية مع نظرائه الثلاثة تم خلالها بحث التعاون المشترك وقضايا أمنية مسألة مكافحة الإرهاب بكل مظاهره في سوريا كانت في صلب المباحثات بحسب ما أفادت وزارة الدفاع التركية التي وصفت الاجتماع الربعي في موسكو بشأن سوريا بأنه بناء ولسيما أنه تضمن مشاركة وزراء الدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات الذين شددوا على أهمية الشكل الربعي لضمان الاستقرار في سوريا والمنطقة كلها الدفاع السورية أشارت إلى أن البحث تناول موضوع انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية وكذلك تطبيق الاتفاق الخاص بالطريق الدولي المعروف باسم طريق أمفور مع كل اجتماع ربعي تتقدم عجلة تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق أكثر وهي في مسار تصعدي منذ أن بدأ في كنون الأول ديسمبر من موسكو حيث تم الاتفاق هناك على تأليف لجنة ثلاثية مشتركة على أن يتبع هذه المشاورات اجتماع على مستوى مسؤولين في وزارة الخارجية من ضمن جدول أعماله احتمالات لقاء بين رئيسي تركيا وسوريا وعقب الاجتماع الربعي في موسكو أعلن وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا أشتياني أن بلاده تبذل جهودا جادة من أجل يقامة علاقة مباشرة بين سوريا وتركيا وأكد أشتياني من موسكو أن سوريا وتركيا دولتان مواثرتان في المنطقة وأن إيران عملت بجد من أجل السلام والاستقرار والأمن في المنطقة وأضاف أن محاربة الإرهاب هي رغبة كل دول المنطقة ولن تتحقق إلا بالجهود المشتركة والتنسيق والتعاون أكد مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن دمشق تدين بأشد العبارات قرار الاتحاد الأوروبي الجديد تعزيز الإجراءات القصرية وحدية الجانب اللامشروعة ضدها وضاف المصدر أن الاتحاد الأوروبي يكرر أكاذيبه عندما يدعي أن العقوبات المفروضة على سوريا لا تعيق تقديم المساعدات الإنسانية أو الحصول على المواد الغذائية والتجهيزات الطبية أعلن رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس أن الحكومة السورية وضعت سياسات لدعم المتضررين والانتقال إلى مرحلة التعافي من الكارثة والتي تهدف إلى إعادة الحياة الطبيعية وتجاوز تداعيات الزلزال وأوضح عرنوس أن خطط العمل الوطنية للتعامل مع تداعيات الزلزال شاملة ستهتم بمعالجة الأضرار التي لحقت بالأفراد والمجتمع كله معتبرا إعادة التأهيل مسؤولية تتشاركها الدولة والمجتمع ضربات سيبرانية جديدة وجهتها مجموعة الهاكرز المسمات أنونيم السودان ضد مواقع إسرائيلية حكومية بعد موقع الموساد والتأمين الوطني بحسب وسائل إعلام إسرائيلية وأكدت أن عملية الاختراق طالت أكثر من 15 موقعا وشملت شركتين الاتصالات سيلكوم وبارتنر وموقع جامعة الأبيب وشركة المياه الإسرائيلية مكوروت وصحيفة جيروسالين بوست التي توقفت مواقعها عن الخدمة بعدما استهدفت بهجوم من نوع منع الخدمة إضافة إلى موقع هيئة البث الرسمية كان وشركة المواصلات إجيد وبانك ديسكونت في أجواء من الانقسام والتوتر أحيت إسرائيل ما تسميه ذكرى قتلى معاركها وذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسها حيث وصل الشرخ الذي يضرب المجتمع الإسرائيلي إلى المقابر العسكرية تقرير منال إسماعيل للمرة الأولى تحيي إسرائيل ما تسميه ذكرى قتلى معاركها والذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسها في ظل شرخ عميق يضرب المجتمع الإسرائيلي يوم ذكرى قتلى معارك إسرائيل يأتي بعد أشهر من الاحتجاجات والمواجهات وشرخ داخلي عميق دخل المرة الأولى إلى المقابر العسكرية الانقسام الحاد الذي يعانيه المجتمع الإسرائيلي والذي عززته الأزمة السياسية الأخيرة سرعان منتقل إلى المقابر العسكرية حيث المواجهات بين عائلات القتلى التي انقسمت بين مؤيد لوصول السياسيين إلى هناك ومعارض لهم تختصر المشهد توتر كبير في المقبرة العسكرية في بئر السبع وللأسف الشديد المخاوف تحققت حيث حصلت مواجهات بين العائلات الثكلة على خلفية وصول بنكفير إلى المكان وفيما قامت بعض عائلات القتلى باستقبال وزير الأمن القومي إتمار بنكفير بلافتات كتب عليها بنكفير غير مرغوب به هنا هو يرقص على الدماء غادر بعض العائلات المقبرة العسكرية في بئر السبع قبل وصوله فيما فضل بعضهم الآخر الحضور إلى المقبرة قبل يوم من المراسم الرسمية أنا غير مهتمة لحضور بنكفير وسماعه أن أحترم رموز الدولة لكنني لا أحترم هذا الشخص الذي تهرب من الجيش وينتمي إلى كاهنة من المهم أن يحضر السياسيون إلى المقابر ليروا نتائج قراراتهم هناك يجلس سياسيون بعضهم لم يخدم في الجيش وأولادهم لم يخدموا في الجيش ويتخذون قرارات محللون أشاروا إلى أنه بالرغم من كل الدعوات التي سبقت لاحتفالات بإبقاء الخلافات والانقسامات خارج الاحتفالات الرسمية والمقابر العسكرية فإن مراسم الذكر هذا العام أثبتت بما لا يطرق مجالا للشك أن الإسرائيليين هم شعب ليوم واحد لليوم الثمانين يواصل الأسيرة شيخ خضر عدنان إضرابه عن الطعام احتجاجا على اعتقاله التعسفي وسط تدهور حاد في صحته وكانت قوات الاحتلال قد نقلت الأسيرة على عجل إلى مستشفى ميداني في الداخل المحتل أمس في أثناء زيارة لمحاميه فيما يمنع الاحتلال صليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية من زيارته والاطلاع على ظروفه الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس لشهداء والأسرة محمد أشقاقي أكد أن الاحتلال يستخدم كل أدوات الصلف والتعنت مع الأسير خضر عدنان الشقاقي شدد في اتصال مع الميادين على أن الاحتلال يدرك تماما مدى جدية الأسير خضر عدنان في خطواته ويسعى إلى كسر إضرابه عن الطهام الاحتلال الصليوني اليوم حكم بالاعدام على الشيخ القائد خضر عدنان وذلك من خلال كل هذه الأساليب العنجهية واستخدام أدوات الصلف بحق الأسير خضر عدنان عندما ترفض هذه المحاكم الصليونية والتي هي شريكة في جريمة قتل وإعدام الأسير خضر عدنان مع الأجهزة الأمنية الصليونية ترفض قرار الإفراج عن الشيخ بكفالة وعندما يتم نقله أيضا إلى المشافي الصليونية هذه المشافي التي هي عبارة عن مسالخ وليست لعلاج الأسير خضر عدنان كل هذه المستويات الصليونية سواء الأمنية أو الطبية أو إدارة مصلحة السجون الكل شريك في هذه المعاناة التي يتعرض لها الأسير الشيخ خضر عدنان حركة الجهاد الإسلامي ومؤسسة مهجة القدس نظمتها في غزة وقفة تضامن وإسناد للأسير الشيخ خضر عدنان وحملت الحركة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته لا سيما في ظل المخاطر المحتقة بها وطالبت بالإفراج عنه سريعا خضر عدنان يخذ معركة متواصلة من ثمانين يوما هذه المعركة ليست معركة شخصية باسم الشيخ خضر عدنان هذه القامة الفلسطينية والعربية والإسلامية الكبيرة إنما يخذ معركة باسم فلسطين باسم كل حقوق الشعب الفلسطيني باسم ثوابت الشعب الفلسطيني وبالتالي الشيخ خضر عدنان يستنفر كل طاقاتنا تسري روح جديدة في الشعب الفلسطيني وقوة المقاومة من خلال هذه الانتصارات التي حقاقها خضر عدنان يجب أن نحافظ على هذا الارث الانتصار الذي يحقق وخطه الشيخ خضر عدنان هناك سياسة واضحة لهذه الحكومة اليمينية المتطرفة التي تتزعمها بين غفير واسموت ريتش وأولاء المستوطنين لقتل إرارة الشعب الفلسطيني ولكن كل هذه المحاولات السابقة لم تنجح ايضا لن تفلح في السنوات القادمة قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي نوحان الوقت لإنهاء نكبة الشعب الفلسطيني وفي كلمته في مجلس الأمن الدولي أضاف المالكي أن عملية التهجير والضم زالت مستمرة لاستبدال الشعب الفلسطيني لو تم التمسك بميثاق الأمم المتحدة وتم تنفيذ قرارات مجلس الأمن لكان السلام قد ساد فلسطين منذ زمن بعيد وليس الاحتلال والفصل العنصري هذا كل ما نطلبه التمسك بميثاق الأمم المتحدة وخلال الجلسة نفسها غادر المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة جلعاد أردان جلسة مجلس الأمن المخصصة لمناقشة الصراع مع الاحتلال برئاسة وزير الخارجية الروسي جاء ذلك بعدما رفض المندوب الروسي القيم بأعمال رئيس المجلس طلبا لجلعاد لتغيير موعد الجلسة لأنها تتزامن مع ذكر القتل الإسرائيليين زار سفير الأردن في تل أبيب غسان المجالي النائب عماد العدوان الذي أوقفته تل أبيب على خلفية قضية تهريب مزعومة الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية سنان المجالي قال إن النائب العدوان أكد للسفير أنه بصحة جيدة طلبا مرشح ورئيسة تركيا كمال كليتشدار أوغلو تل أبيب بالإفراج عن المواطنين الذين تم اعتقالهم في الأقصى خلال قراءتهم القرآن أوغلو في تغريدة عبر حسابه في تويتر أشار إلى أن هذا التصرف سيؤثر على العلاقة مع تركيا في المستقبل مشددا على ضرورة احترام إسرائيل للمواطنين الأترك لا تغيير يذكر بعد في المواقف الدولية المعارضة إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم إلى ذلك قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للميادين إنها تلقت تقارير عن ترحيل سوريين مسجلين لديها من لبنان وتتبع ذلك مع المعنيين داعية إلى احترام القانون الدولي تقرير عباس الصباخ لم يترك لبنان الرسمي فرصة إلا وأثار فيها مسألة ضرورة إعادة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة في بلادهم المواقف الغربية إضافة إلى مواقف بعض الدول العربية كانت معارضة وبشدة لإعادة النازحين في سياق مكمل للحرب على سوريا مبادرات كثيرة أجهضت ومنها المبادرة الروسية أما العودة الطوعية التي كان ينظمها الأمن العام اللبناني فلم تنجوا من محاولات التهويل على النازحين وتخويفهم من مصير غامض ينتظرهم لكن هناك من يتحدث عن تبديل في المواقف بعد الحراك العربي الأخير في اتجاه سوريا هذا الحراك وموضوع النزوح قائم وموجود على طاولة الحوار وهذا سيغير حتما من المقاربة الدولية إنه تغيير في العالم العربي على ضفاف أعباء النزوح السوري على لبنان أثيرت قضية إبعاد القوى الأمنية عددا من السوريين إلى سوريا من الذين دخلوا لبنان خلصة وارتكبوا جرائم ومخالفات مصادر أمنية أكدت للميادين أن ما يقوم به الجيش اللبناني لا يتعارض والقانون اللبناني والمعاهدات الدولية وحقوق الإنسان وأنه سلم للجيش السوري خلال شهر نحو 300 سوري خالف القوانين اللبنانية وتعذر سجنهم لاقتضاد السجون مفوضية اللاجئين التابع الأمم المتحدة أكدت بدورها للميادين أنه يجب عدم تعريض حياة النازحين للخطر وأنها تتابع القضية مع السلطات اللبنانية منظمات دولية تضغط على لبنان لمنعه من إعادة النازحين السوريين إلى المناطق السورية التي أصبحت بمعظمها آمنة ما يزيد الأعباء على البلاد التي تستضيف مئات آلاف النازحين وترزح تحت أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها عباس صباق بيروت الميادين في تونس قالت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أنه طلب منها إعلام الرأي العام بقراره رفض الاستجابة لأي دعوة من الجهات الأمنية بخصوص أي ملف حالي أو قادم لما أصبحت تتسم به هذه الاستدعاءات من طابع كيدي وتنكيل واضح بحسب بلاغ هيئة الدفاع وفي وقت سابق أكدت سمية الغنوشي ابنة رئيس حركة النهضة في تغريدة على تويتر أن والدها قرر مقاطعة جلسات التحقيق التي هدفها استنزافه نفسيا وجسديا وفق ما قالته رسائل تحذيرية نارية وجهها وزير الدفاع في حكومة صنعاء محمد العاطفي خلال زياراته الميدانية للمرابطين في جبهات السحل الغربي اليمني ومن خلال هذه الزيارات يؤكد العاطفي الاستعدادة والجاهزية القتالية لأي معركة مقبلة أحمد عبد الرحمن بين جبهات القتال في الساحل الغربي اليمني يتنقل وزير الدفاع في حكومة صنعاء محمد العاطفي موجه الرسائله لدول التحالف آخرها ما أطلقه من جبهة حيس بتأكيده قدرة القوات المسلحة اليمنية على تأديب من يكذب على الشعب اليمني محذرا دول العدوان من خسارة المعركة إذا فكرت في التصعيد مجددا يظهر من خلال تلك الزيارات والرسائل التي بعثها الأخ وزير الدفاع بأن القوات المسلحة اليمنية اليوم هي على أعلى درجات القهوزية وعلى أهبة الاستعداد لكل الخيارات المتاحة وزير الدفاع كان قد حذر قبل أيام من أي التفاف أو مناورات في التعاطي مع صنعاء منوحا بنقل المعارك إلى عمق دول التحالف ومؤكدا أن لا مكان لأي قوات غازية ومحتلة على الأراضي اليمنية برا وبحرا رسائل العاطفي من الميدان تعززها رسائل القيادات العسكرية الرفيعة من جبهات القتال الداخلية والحدودية الزيارة التي كان بها على أخ محمد العال ومحمد العال في وزير الدفاع تدل على أن المباحثات حتى الآن ما زالت في طريق المسلود لا مرتبات ولا مطارات ولا موانئ كل الأمور ما زالت معلقة الجدية غير موجودة لتطرف الآخر حتى وإن كان قد أظهرها عند وصوله إلى صنعاء لكنه بعد المغادرة لم نرى شيئا إلا العرقلة والتعقيد لكل الأمور رسائل وزيارات ميدانية يقابلها قصف وتصعيد واضح على المناطق الحدودية في صعدة مع تسجيل هجمات جوية لطائرات مسيرة على مديرية شدة مع تجديده الحرص على السلام يؤكد وزير الدفاع في حكومة صنعاء من جبهة القتال تمسك اليمن بحقه في الدفاع عن استقلاله وحماية سيادته وثروات شعبه والكرة في ملعب دول التحالف كما يقول أحمد عبد الرحمن صنع الميادين أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان على عقد لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين قريبا وعقب لقائه وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البسعيدي قال عبداللهيان أن سلطنة عمان تؤدي دورا بناء في محادثات رفع العقوبات مضيفا أنه البسعيدي أجريا مشاورات في هذا الصدد النشرة مستمرة ولكن بعد فاصل قصير تفضلوا بالبقاء معنا من جديد أهلا بكم الرئيس الأمريكي جو بايدن يعلن رسميا ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2024 وبرغم أنه يحظى بدعم عدد من عضاء حزبه الديمقراطي إلا أنه يواجه معارضة شعبية وفق آخر استطلاعات الرأي التي أظهرت أن غالبيات الأمريكيين لا يدعمون ترشحه لولاية ثانية في رسالة مسجلة عبر الفيديو أطلق الرئيس الأمريكي جو بايدن ذو الثمانين عاما رسميا حملته الانتخابية الرئاسية لانتخابات عام 2024 يركز فيها على قضايا يرجح أن تمثل فارقا في السباق الرئاسي المقبل منها العنف بسبب انتشار السلاح والإجهاد والحرب في أوكرانيا دعونا ننجز المهمة وأعرف أن ذلك أمر ممكن لأننا الولايات المتحدة الأمريكية لا يوجد شيء على الإطلاق لن نستطيع القيام به إن تعاوننا معا وبرغم أن بايدن يحظى بالفعل بدعم عدد من الديمقراطيين البارزين لكنه يواجه رياحا شعبية معاكسة خصوصا من فئة الشباب فقد أظهرت استطلاعات الرأي أن 60% من الأمريكيين لا يعتقدون بأنه يجب عليه السعي إلى ولاية ثانية وأثار كثير منهم مخاوفه بشأن تقدمه في السن الحدث غير المسبوق يدخل التاريخ وعليه لدينا رئيس كهل ينوي ترشح لولاية رئاسية ثانية بعمر 82 عاما ويشارف على 86 عاما مع نهاية ولايته الثانية فهذا الأمر غير مسبوق ومسألة تقدمه في السن تشغل بال المواطنين بكل توجهاتهم في المقابل الرئيس السابق دولالد ترامب الذي لا يحظى هو الآخر بالدعم الشعبي المطلوب فقد هاجم منافسه بايدن بوصفه أكثر الرؤساء فسادا في التاريخ الأمريكي منتقدا طريقة تعامله مع الاقتصاد والتضخم والهجرة والانسحاب من أفغانستان لتغدو المنافسة الرئيسية اليوم بين رئيس سابق ملاحق قضائيا ورئيس حالي متهم بعدم الوفاء بوعوده الانتخابية تبدو المفارقة في الانتخابات الرئاسية المقبلة في أن كل المرشحين لا يفضلهما غالبية الأمريكيين وفق آخر استطلاعات الرأي محمد كريم واشنطن الميادين وبعد أعلانه خوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة رأى الحزب الجمهوري أن جو بايدن منفصل عن الواقع اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري أشارت إلى أن بايدن تسبب بأزمة تلو الأخرى وما زال يرى نفسه جديرا بأربع سنوات إضافية وحذر الحزب الجمهوري من أن فوز بايدن سيتسبب بارتفاع متواصل في مستوى التضخم ومعدلات الجريمة وسيزيد تهريب المخدرات عبر الحدود المفتوحة فيما ستكون العائلات الأمريكية أسوأ حالا وفي أول خطاب بعد إعلانه الترشح أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن التقصير في سداد الديون سيكون أمرا غير مسؤول أبدا وخلال اجتماعه بحجد من العمال قال بايدن أن الكونغرس يرفع سقف الديون للتخلف عن سدادها حان الوقت لإنهاء المهمة لدينا الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به أعلم أن الناس يعانون أيضا من التضخم كانت وطيرة التضخم تنخفض الآن لمدة تسعة أشهر متتالية ولكن هناك المزيد لنذهب إليه لقد تباطأ بنسبة 45% لكن لدينا المزيد لنفعله حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط ومختلف مناطق العالم الجنوبي وفي كلمته أمام مجلس الأمن اتهم لافروف أمريكا والدول الأوروبية بإشغال العالم بحرب أوكرانيا الأمريكيون والأوروبيون يتكهنون بوقاحة بشأن الموضوع الأوكراني ويحاولون من خلال التخريب والتهديد جرى دول النامية إلى جانبهم من أجل صرف انتباههم عن القضايا في الشرق الأوسط ومناطق أخرى في جنوب الكرة الأرضية إنهم يقولون سننتصر على روسيا الآن وسيحل كل شيء بمفرده وبالتالي فإن الأزمات التي لطالما انشغلت الدول النامية بتسويتها أصبحت ضحية المعايير المزدوجة والغرائز الاستعمارية للغرب المهوس بالمصالح الأنانية بينما يتجاهل ثقافة وتقاليد الدول الأخرى ويسخر من القانون الدولي اتهم نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفيداف الولايات المتحدة بأنها تضمر وتضع خططا لتقسيم روسيا إلى دول منفصلة وفي حديث مدفيداف إلى منتدى المعرفة قال أن احتمالات اندلاع حرب عالمية جديدة واردة إلا أنها ليست حتمية ودعا إلى الاهتمام بذلك بقدر اهتمام البشرية بتغير المناخ ميدانيا أعلنت دفاع الروسية مقتلى 645 جنديا وتدمير عدد من المعدات العسكرية الأمريكية خلال الـ 24 ساعة الماضية وفي بيانها اليومي أشرت وزارة الدفاع الروسية إلى أن الضربات الجوية ونيران المدفعية لمجموعة الغرب في اتجاه قوبيانسك أصابت نقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية كشفت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن وثائق البنتاجون المسربة أن أوكرانيا ستقوم في نهاية الشهر الحالي بتجهيز 12 لواء لتنفيذ هجومها المضاد في أيار مايو المقبل الصحيفة أكدت أن واشنطن تقوم مع حلفائها بتدريب وتجهيز 9 من هذه الألوية الأوكرانية وأشارت إلى أنه من المرجح أن يجري تنفيذ العملية في الاتجاه الجنوبي بما في ذلك على طول ساحل بحر آزوف كما رأت أن الهجوم المضاد لن يؤدي إلى تحول كبير في الصراع لمصلحة كيفة وإنما النتيجة الأكثر ترجيحا هي الوقوع في مأذق حرش تراجع الهيمنات الأمريكية والغربية على العالم سياسيا واقتصاديا وعسكريا يدخل حيز الترجمة في انطلاق معركة تفكيك القبضة الغربية التي تسير قرارات المؤسسات الدولية السياسية والمالية والقانونية فالغرب الذي يمثل أقلية من حيث المساحة والناتج القومي والثروات لم يعد يسمح له النطق باسم البشرية وإدارة شؤونها بحسب وزير الخارجية الروسي تقرير حسن عبدالله الزملاء الموقرون كما كان الحال في الحرب الباردة لقد وصلنا إلى عتبة خطرة وربما هي أكثر خطرا الوضع تفاقم بسبب فقدان التعددية دعونا نسمي الأمور بمسمياتها الحقيقية لن يسمح أحد للأقلية الغربية بالتحدث نيابة عن البشرية جمعات الواقع الجديد للعالم الذي يقدمه وزير الخارجية الروسي سرغي لافروف يلخص صراعا طويلا ومتعدد الجبهات ويكتسب أهمية مضاعفة مع تداعي الهيمنة الغربية والأمريكية تحديدا سواء بتراجع القبضة على مقدرات وقرارات الشعوب والدول أم من خلال الأزمات البنيوية داخل الولايات المتحدة ودول الغرب لافروف الذي تقارع بلاده في أوكرانيا توسع الناتو وتوغوله في جبهات عديدة يعني بكلامه مشروع الليبرالية المتوحشة الذي تتحكم به أقلية غربية من ناحية المساحة والنتج القومي والثروات تكونت من إبراطوريات ودول استعمارية بنت ثرواتها وقوتها على النهب والاستعباد والإبادة وأمسكت على مدى عقود بمقابد السياسة والثروات والاقتصاد في العالم وقع الغرب لم يبقى على حاله مع التحولات السياسية والاقتصادية وصعود أمم وقوة إلى واجهة التطور والنمو وبحسب موقع أنهارد البريطاني فأن أربعة من أكبر خمسة اقتصادات على هذا الكوكب ستكون أسيوية والخامس هو الولايات المتحدة وقد لا تبقى في تلك القائمة لمدة أطول أكثر من ذلك يقدر الموقع نفسه أن أمريكا مفلسة بينما الصين تمتلك أكبر اقتصاد على وجه الأرض والهند ثالث أكبر اقتصاد كما فعلت أكثر من مئة دولة أخرى حقائق تشير إلى حتمية أن تخسر الأقلية الغربية عاصى توجيه العالم والتحكم بمستقبله ويظهر صدقية واقعية لما قاله جيانج جونغ مندوب الصين لدى الأمم المتحدة في أن التغيير يتم بسرعة في العالم نحو التعددية القطبية وتالي النزع القبضة الأمريكية الغربية عن المؤسسات القيادية العالمية والنظم المالية القائمة كشفت صحيفة بوليتيكو الأمريكية وجود خلافات حادة بين مجموعات المعارضة الإيرانية في الخارج قائلة أن هذه الخلافات تزداد قبحا وتحدثت الصحيفة عن تعرض معارضين إيرانيين من أنصار دبلوماسية للتهديد أو الاعتداء على يد معارضين إيرانيين متشددين يرون أن دعم الدبلوماسية يرقى إلى مستوى دعم النظام بحسب بوليتيكو الاقتتال السياسي بين جماعات المعارضة في الخارج ليس بالأمر الجديد إنما يختلف حجم هذا الاقتتال وأساليبه ينطبق هذا الأمر على مجموعات المعارضة الإيرانية في الخارج التي تزداد الخلافات فيما بينها قبحا بحسب ما كشفت صحيفة بوليتيكو الأمريكية ففي تقرير مطول قسمت الصحيفة المعارضين الإيرانيين في الخارج قسمين القسم الأول وهم من سمتهم البوليتيكو أنصار دبلوماسية وقالت إنهم يتعرضون للتهديد أو الاعتداء على يد القسم الثاني من المعارضين الذين وضعتهم في خانة المتشددين خلال الأشهر السبعة الماضية تعرض عدد من المعارضين الإيرانيين للتشهير والمضايقة والتهديد من قبل المعارضين المتطرفين ووصل بهم الأمر إلى اتهامهم بالتواطئ مع الحكومة الإيرانية بحسب البوليتيكو صحافيون ومحللون في السياسة الخارجية ومؤرخون تعرضوا لعمليات تشويه سمعة وتهديدات بالقتل والاختصاب لمجرد تأييدهم الاتفاق النووية ولرفضهم عزلة إيران بحسب البوليتيكو لم تقتصر مضايقة المتطرفين على الإنترنت في منتصف تشين الأول أكتوبر الماضي تلقت جامعة شيكاغو تهديداً بوجود قنبلة بعد أن دعت صحافياً إيرانياً مستقلاً للمشاركة في حدث معين في برلين ألغت مؤسسة فكرية ألمانية حدثاً في أواخر العام الماضي حول إيران بعد تهديد أعضاء اللجنة والموظفين البرلمان البريطاني أرجأ بدوره جلسة استماع بشأن إيران بعد تعرض أحد الخبراء المقرر الإدلاء بشهادته لهجمات انتقامية على نشر مقال رأي يدعو فيه إلى أحياء الاتفاق النووي بين الغرب وإيران تقول البوليتيكو إن عمليات الإلغاء هي أحدى الطرق التي جعلت من الصعب على مؤيدي ديبلوماسية طرح وجهة نظرهم وهو ما دفعهم إلى العزوف عن كتابة مقالات سياسية وحتى إلى تجنب الأعلام تماماً خوفاً من المعارضين المتطرفين بحسب الصحيفة بمبادرة من الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو عقد في العاصمة بوغوتا مؤتمر حول العملية السياسية في فنزولا ويضف المؤتمر إلى أحياء المفاوضات بين الحكومة الفنزولية والمعارضة والتي كانت قد بوشرت في مكسيكو قبل عامين هذا ويشارك في المؤتمر مسؤولون من نحو 20 دولة بينها الولايات المتحدة في حالة فنزولا يجب أن نسير على مسارين في آن واحد نضع جدولاً زمنياً للانتخابات وضماناتها يجب على شعب فنزولا أن يفعل ما يريده بحرية وسيادة من دون أي ضغوط المسار الآخر هو رفع العقوبات أتمنى أن يبدأ كل شيء بعودة فنزولا إلى نظام البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان لأنه في النهاية نحن أمريكا اللاتينية من يقرر ما إذا كنا سننتقل نحو الديمقراطية أو الحرب والمواجهة هذا وأرغمت كولومبيا المعارضة الفنزولي خوان جوايدو على مغادرة أراضيها بعد ساعات من وصوله إلى البلاد للمشاركة في المؤتمر وقالت وزارة الخارجية الكولومبية أن جوايدو الذي وصل بوغوتا بطريقة غير نظامية اقتيد إلى مطار الدورادو للمغادرة على متن رحلة تجارية إلى الولايات المتحدة وأضافت أنه لن يشارك في المؤتمر سوى الدول المدعوة إلى هذا الحوار تراوح أزمة بطالة الخريجين مكانها في قطاع غزة بل تزداد المؤشرات خطورة عاما بعد آخر في ظل عدم رؤية حقيقية لإنهاء الأزمة التفاصيل في هذا التقرير لأحمد غانم هنا انتهت رحلة سعيد الطويلة التي قضاها باحثا عن عمل بعد التخرج كشك لبيع المشروبات الساخنة كان خيار المضطر بالنسبة إليه لإعالة أسرته أطلق عليه اسما ساخرا من واقع يريد الشاب أن يلفت النظر إليه في ظل واقع مأساوي تندر فيه فرص العمل وتغيب فيه السياسات الرسمية للتشغيل نحن في غزة وضعنا جدا صعب وضع الشباب جدا سيئ طبعا درسنا سنوات وسنوات ما لقينوا فرصة عمل بصراحة اللوم مش على الشاب اللوم على الحكومة يعني في عندها غياب استراتيجية واضحة لتشغيل واستيعاب الخرجين الأرقام الرسمية تشير إلى أن 45% من القوى العاملة عاطلون من العمل فيما تجاوزت نسبة بطالة المتخرجين في قطاع غزة 73% مؤشرات خطرة تشيب عمق الأزمة التي دفعت آلاف الشبان إلى الهجرة بحثا عن مستقبل أفضل خارج أسوار القطاع الذي أسهم الحصار الإسرائيلي في تعميق أزمة تشغيل العمالة فيه هذا الواقع الاقتصادي الاجتماعي النفسي الصعب الذي يعيش قطاع غزة دفع عداد كبيرة من شباب قطاع غزة للخروج بحثا عن فرص أفضل من خلال الهجرة فقدنا المئات في المتوسط غرقة وهناك واقع أليم جدا بسبب الهجرة تقويض إسرائيل لمحاولات التنمية الاقتصادية عبر الاستهداف المباشر للبنى التحتية ولسيما الصناعية باعتبارها أحد أهم روافل التشغيل فاقم أزمة البطالة التي رافقها غياب واضح لدراسة حاجات الأسواق للعاملين التخفيف من أزمة البطالة سيبقى مرهونا بتحسن مؤشرات النمو الاقتصادي التي تتضمن خلق مشاريع تشغيلية دائمة غير مؤقتة تنقذ الشباب من واقع صعب ومستقبل أكثر صعوبة في ظل الحصار الإسرائيلي المحكم أحمد غانم غزة الميادين يتطلع صندوق النقد الدولي إلى أن تحقق مصر مزيدا من التقدم في تنفيذ برنامج طروح الحكومية وأن تتحرك نحو سعر صرف مرن للجنيه وبحسب مسؤولي الصندوق تحتاج مصر إلى تعديل واتيرة تنفيذ مجرعاتها الاستثمارية طويلة الأجل فيما يؤكد وزير المال المصري المضية في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية خالد أبو عرم ينتظر صندوق النقد الدولي تنفيذ مصر مزيدا من الإصلاحات الاقتصادية التي تعهدت بها قبل إجراء المراجعة الأولى لبرنامج الإنقاذ من بينها خصخصة أصول الدولة وتخفض قيمة الجنيه المصري إلى جانب ترشيد الإنفاق على المشروعات الاستثمارية طويلة الأجل وهو الأمر الذي يتطلب بحسب مراقبين ترتيب أولويات الحكومة في اتجاهات وأساسيات الإنفاق لازم ترتيب الأولويات إن أنا يكون عندي أتجه إلى المشروعات اللي فيها استكمال من غير مدخول دولاري أو يعني بند الدولار يكون مش محتاجينه فيها وكمال اللي تبقى يعني مهمة جدا لخدمة المجتمع وخدمة الدولة وابتهد عن المشروعات طويلة الأجل اللي بتدر رعاية طويل الأجل وأعمل نوع من الاستخدام الأمثل لأدوات الدين ويتوقع صندوق النقد أن تسهم موافقته على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في جذب تمويلات بنحو 14 مليار دولار من مؤسسات دولية وإقليمية من بينها دول خليجية للاستحواذ على أصول مملوكة للدولة منطقة الخليج في الفترة الحالية بسبب طبعا قرارات أوبيك بلاس لخفض الإنتاج ارتفعت معها أسعار النفط فبقى فيه فوايد في الميزانيات والاستثمار في مصر استثمار وعد في العديد من القطعات عشان كده ممكن هنلاقي أن فيه وجهة نظر مختلفة الفترة القادمة ودخل استثمارات قد تفيد يعني عدم بقى تحريك الجنيه مقابل الدولار بالوتيرة المقترحة من الجهات التصنيف الاقتماني وفيما تؤكد الحكومة المصرية أنها ماضية في تنفيذ إصلاحات هيكلية ولسيما برنامج التروحات وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع استكمال سياسات الضبط المالية يرى مراقبون أن المواطنين هم من سيتحملون أعباء شروط صندوق النقد نظرا إلى صعوبة الأوضاع الاقتصادية ولسيما في المرحلة المقبلة برنامج إصلاح اقتصادي تنفذ الحكومة المصرية في محاولة للخروج من عنق الزجاجة في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعاني منها المواطن المصري في المقام الأول نتيجة ارتفاع الأسعار المستمر وصعوبة الأوضاع المعيشية خالد أبو عرب القاهرة الميادين وصلنا إلى الختام في تذكير بعنوين النشرة الإجلاء من السودان يتواصل وسط التزام جزيين بوقف النار ومستشرح ميتي يقول للميادين إن الحرب لن تنتهي إلا بتسليم البناء المرسل أدفاع السورية تقول الاجتماع الربعي في موسكو بحث انسحاب القوات التركية من سوريا وروسيا تصف اللقاءات بالبناء هجمات سيبرانية جديدة تؤدي إلى انهيار مواقع جمعة تل أبيب وشركة المياه الإسرائيلية حيات الدفاع عن الغنوشي تؤكد رفضه الاستجابة لأي دعوة من الجهات الأمنية بخصوص أي ملف حالي أو مقبل موسيقى الحزب الجمهورية تهم بايدن بالانفصال عن الواقع بعد قراره خوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة موسيقى موسيقى لمديد من الأخبار والتقارير تفضلوا بزيارة صفحات المايدين على الانترنت المايدين دوت نت باللغات العربية والإنجليزية وكذلك الإسبانية شكرا لطيب المتابعة لأمان الله موسيقى